سائل بيقول تعرفون الآن المحارق الاقصادية التي في الشرق وأزمات التضخم الفاحش والانهيار الكريثي للعملات في بانع أن أطلع بره أشتري بيت في اليونان في إيطاليا أستفيد من استثمار جزء من أمولنا في الخاري وتأجير هذا البيت ليدر عائداً بعملة أجنبية مع العلم أن هذا الاستثمار يفيد أيضاً سيفتح لنا حساباً بنكياً بالخارج وبانقسم يقول لن نأخذ عليه فوائد بالطبع ويمنحنا إقامة هناك ونحن أيضاً على قناعة كاملة بعدم الإقامة في بلاد الكفر وما حكم التسويق لشقق مثيلة تباع في اليونان أو في إيطاليا لمعرفنا هنا في الشرق وأخذ عمولة على بيع هذه الشقق الجواب عن هذا لا حرج في الاستثمار المشروع حيث ما شئت وإن كان لا شك أن ديار الإسلام أولى بذلك في أحوال السعة والاختيار لكن تحت مطارق الفتنة والاضطرار والاقتهار لا حرج في أن تستثمع استثماراً مشروعاً حيثما تأثر لك ولا حرج في تسويق هذه الشقق لمن احتاجها واحرص على أن يكون مستطعت من أهل الاستقامة حتى لا تدفع بضعاف الدين إلى مستنقع الفتن فتزيدهم سوءاً إلى سوءاً والإقامة خارج بلد الإسلام فيها تفصيل ذكرناه مراراً يعني ذكرنا أن الأصل أن يقيم المسلم داخل ديار الإسلام تجنباً للفتنة في الدين وتحقيقاً للتناصب بين المؤمنين وأنه لا تحل له مفارقتها إلا بنية حسنة كطلب العلم أو الفرار بالدين مع صحاب قصد العودة من امتهد سبيلهم إلى ذلك وقلنا تفاوت حكم الإقامة خارج بلد الإسلام بحسب الأحوال تشرع لمن كان قادراً على إظهار في دينه وآمناً من أن يفتن فيه هو أو من يعون في إسلامه ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعه ومن يخل بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفور رحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون في حديث عائشة نعم عطاء بن أبي رباح يقول زرت عائشة مع عبيد بن عمير فسألتها عن الهجرة قالت لا هجرة اليوم كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه مخافة أن يفتن عليه أما اليوم فقد أظهر الله الإسلام فالمؤمن يعبد ربه حيث وشاء ولكن جهاد ونية ولإقرار النبي صلى الله عليه وسلم العباس ونعيم النحام على إقامتهما في مكة وقاية يومئذ در شرك وتجب الإقامة خارج جيار الإسلام في حق من تعينت إقامته لتعليم الإسلام ورعاية أبنائه ودفع شبهات غصومه وتحرم في حق من غلب على ظنه أن يفتن هو أو من يعود في دينه وحيل بينه وبين إقامة شعائع ربه ما دام قادرا على العودة إلى ديار الإسلام آمنا فيها على نفسه ولم يكن من المصدعفين الذين استسناهم الله عز وجل في قوله إلا المصدعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حينة ولا يهتدون سبيلا فأولا إجعص الله أن يعفوا عنهم ثم أكد القرف أن يابقال على مسلم البلاد غير الإسلامية التشبث بالإقامة في تلك البلاد وإظهار ما يمكن إظهاره من شعائر الإسلام والصبر على ما يصيبهم من بلاء باعتباره من نواة الأساسية الأقدر على توطين الإسلام في هذه المجتمعات ويطبق هذا من باب أولى على من احتلت ديارهم للمسلمين كما هو الحال في أرض الرباط في فلسطين المحتلة يتعين في حقهم الثبات دفعا للصائل ودرءا للحرابة وكفا للعدوان ترجمة نانسي قنقر